مستمعي الكرام الآن نقدم بيانا لصورتين أساسيتين في فهم التنصير أما الصورة الأولى فهي صورة العلاقة بين التنصير والاستعمار إن العلاقة بينهما وثيقة حتى لكأن أحدهما ظل للآخر ولقد اجتهد النصارى في فرض نصرانيتهم بالقوة في العالم الإسلامي تحت مظلة الاستعمار حينا وتحت مظلة الضغوط الاقتصادية والسياسية حينا آخر تلك التي كان يمر بها عالمنا الإسلامي وهكذا برجت العلاقة بين التنصير والاستعمار وأما عن الصورة الثانية فهي إبراز صورة الأهداف التي ترنو إليها الحركة التنصيرية أهداف التنصير في العالم الإسلامي كانت تقوم على هدف عام استراتيجي وهو القضاء على الإسلام لقد برز ذلك تماما في القضاء على الحكم الإسلامي وإنهائه في تركيا تلك التي عقد من أجلها مؤتمر لوزان في سويسرا من أجل التآمر على العالم الإسلامي وكانت بنود المؤتمر تجتمل على إلغاء الخلافة الإسلامية وترضي الخليفة من تركيا أيضا إخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة ثلاثة أن تقطع تركيا صلتها بالعالم الإسلامي أربعة أن تختار تركيا دستورا مدنيا علمانيا ومن هنا قاموا بتعيين شخص له مكانته معروفة في السياسة العالمية وهي شخصية مصطفى كمال أتاتورك ما الذي قدمه كمال أتاتورك للإنجليز بعد هذا المؤتمر كان أن قدم هدفا أسمى وهو محاولة القضاء على القرآن إن من أهم أهداف التنصير أيضا القضاء على الإسلام القضاء على الإسلام الذي عمل الغرب على إرساء قاعدة هامة وهي القضاء على القرآن لماذا؟ لأنهم يرون أن قوة المسلم تكمن في قرآنه لكن الحق تبارك وتعالى يشير إلى أن ذلك لم ولن يكون أبدا لماذا؟ لأن الله ناصر دينه يقول الحق تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافيون ويقول تبارك وتعالى عن القرآن مشيرا إلى أنه من لدن حكيم الخبير نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إن قوة الأمة تكمن في التزامها بقرآنها إن الذي يربط اللغة العربية بالمسلم هو التزامه بكتاب الله فكأن هذه القوة تكمن في القرآن لذا عمل التنصير على إخماد جزوة نور القرآن في القلوب ولكن هيهات أيضا من أهداف التنصير تدمير الأخلاق والقيم في المجتمع المسلم إذ إنهم يرون أن المجتمع المسلم تقوم قائمته على الخلق النبيل والقيم الرفيعة التي أرساها الإسلام مرمى دايوك بكتوك يقول إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية مزيتان مزية هدم ومزية بناء أما الهدم فنعني به انتزاع المسلم من دينه ولو بدفعه إلى الإلحاد وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إن أمكن لي ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه أيضا من أهداف التنصير القضاء على الوحدة المسلمة على وحدة المسلمين ربنا تبارك وتعالى قد جمع الأمة على كلمة سواء يقول الحق تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الأخوة هي التي تقوي الأواصر وتجمع الوحدة وتقوي هذه الأمة فعمل الغرب على تدمير هذه الوحدة أيضا من أهداف التنصير إضعاف العرب لماذا؟ لأنهم يرون أن العرب تكمن قوتهم في التزامهم بدينهم ووحدتهم فعملوا على إضعافها اقتصاديا وسياسيا وفكريا ودينيا كما ذكرنا منذ قبل أيضا من أهداف التنصير إنشاء دكتاتوريات سياسية في العالم الإسلامي تعمل على إرساء قواعد العلمانية والتغريب وأفكار الغرب التي تخدم التنصير أو تخدم الاستعمار على العموم أيضا من أهداف التنصير إبعاد المسلمين عن القوة الصناعية كي يحورون الأمة المسلمة إلى أمة مستهلكة وليست أمة منتجة وكذلك من أهداف التنصير إبعاد القادة المسلمين الأقوياء عن استلام الحكم في دول العالم الإسلامي حتى لا ينهضوا بالإسلام مهما كانت قوتهم ومهما كانت أسلحتهم لذلك يقول أحدهم وهو يشير إلى أن الأمة المسلمة تكمن في حاكم عادل لو أمكن للعربي أو المسلمين أن ينضموا تحت لواء حاكم عادل يعرف قيم الله فإنه لن تقوم للعالم الغربي قائمة في ظل قوة العالم الإسلامي أيضا من أهم هذه الأسباب وحدة الغرب على هدف واحد وهو تدمير الأمة المسلمة توقيت 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 توق